تعالوا بقى اكمل معاكم ونروح لموضوع مهم جدا وهو موضوع التعليم التعليم والتعليم في مصر رايح على فين؟ الله أعلم والحقيقة الاستماتة الشديدة اللي حصلت من النظام ومن الحكومة ومن رئيس الوزراء في الدفاع عن وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف كانت تقولك ان احنا يعني هما كده في ترابط ترابط شديد جدا جدا لان انا ما ظنش ان في وزير في تاريخ مصر قبل كده كله ممكن يكون حصلت عليه نفس الازمة ازمة نفسها او شبيهة زي اللي حصل مع محمد الاستاذ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم مش ينفعه الدكتوري يعني دكتوراه ومشكوك فيها وحتى عشان يحلوا الموضوع قالك ما هو مش لازم يكون دكتوري بس انا عايز اقولكم على حاجه اكتشفتها اكتشفت ان لما اتكلمت اخر حلقه مش لحلقه لاخر مره تقريبا اتكلمت فيها عن ملف التعليم والحقيقه انا هاجمت الوزير لفكرة المواد اللي عايز يلغيها والمواد اللي عايز يخليها بعيده عن المجموع والمواد اللي عايز يخليها في اخر سنه بس لان ده بيمسح حوية وبيطلع طلبه يعني مسطحين ومش عارفين تاريخهم ولا عارفين جغرافيتهم بشكل صحيح ولا عارفين بلدهم ووضعها وقيمتها ومكانتها في المنطقه ناس كتيره هجمتني وده الغريب ده الغريب جدا جدا ان الناس كتيره هجمتني وده احسن وزير تعليم واحنا ما صدقنا لقينا وزير زي ده فالحقيقة حصل حوار بيني وبين احد الاشخاص اللي هجموني وان لقى ده وزير هايل وكويس وطب ايه يا افهم بس ليه ايه السبب فالموضوع ببساطة ببساطة شديدة ان الناس بقت مكوية من الدروس ولما يجي لهم الوزير ويلغي لهم بعض المواد بدل تمانية ستة وليه الامر بيحسبها ايه يعني انا هدي ستة دروس بس مش تمانية او تسعة يعني يا ستة بدل تمانية او تسعة مش متذكرة الحقيقة ومعنى كده ان انا مش مضطر قدي ابني الدرس في اللغة العربية ودرس في اللغة الانجليزية وكمان في اللغة الفرنسية او الالمانية او الاطالية اللغة التانية انا مش مضطر عشان دي مش هتضاف للمجموع هو بس ينجح فيها وخلاص فالناس حسابتها دلوقتي التخفيف على كاهلها اقتصادي بس وضعها الاقتصادي هو اللي بيخليها تقول على ده حلو وده وحش مع كامل احترامي للناس دي كلها الى ان الموضوع مش هيمشي كده هتشوفوا دلوقتي هتشوفوا دلوقتي لكن تاني انا بقولها وبقررها ومعليش بقى اعذروني يا جماعة رغم ان الناس قاعدت تقولي منك لله ومعرفش ايه الكلام ده كله بس انا برضو بقولها عشان في مدرس وفي مدرسة عملوا فيديوهات وانتشرت بصورة كبيرة جدا على السوشال ميديا طلعين بيوتنا اتخربت بيوتنا اتخربت طب احنا هنعمل ايه ده انا استلفت وعملت سنتر وبنيت وجبت وفي الاخر تقولي مفيش الماده بتاعتك مفيهاش دروس تقويه اعيش ازاي اجيب منين يعني انت هو تعيش على تمص دمي انا كولي امر او انا كطالب يا اما طلعت عايته وتقول ما تعيش افادول برضو لسه على موقفي معاه النهاردة وزير التعليم كان مشارك في مؤتمر او كان بيشارك في جالسه عامه او جالسه عامه عنوانها التكنولوجيا والزكاء الاصطناعي التكنولوجيا والزكاء الاصطناعي في التعليم ضمان اتباع النهج مستدام تركز على الانسان ده كان في مؤتمر اسبوع التعليم الرقمي الفين اربعة وعشرين واللي كان موجود في فرنسا واللي كانت بتنظمه منظمة اليونسيف من اتنين لخمسة سبتمبر فالنهاردة كان وزير التعليم المصري مشارك في هذه الجلسه وفكرة دخول الزكاء الاصطناعي الى مجال التعليم في مصر والزكاء الاصطناعي هو المستقبل يا جماعة الزكاء الاصطناعي هو المستقبل والبرمجة طبعا هي مستقبل كبير واحنا عندنا ناس شطار قوي 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 مصريين شطار جدا جدا في الحكاية دي لكن للأسف مش موجودين داخل مصر اغلبهم موجود خارج مصر ففكرة انك هتطلع جيل بيعتمد على التكنولوجيا دي حاجة فعلا فعلا كويسة جدا لو اطبقت بشكل صحيح الناس بقى اللي كانت فرحانة وان الوزير قلل المواد من على اولادهم فكده قلل من الميزانية دروس خاصة لتلات اربع مواد تعالوا بقى اقول لكم النظام الجديد اللي اصدره وزير التربية والتعليم قانون عشان ينظم بيه مسألة الدروس الخصوصية قالك ان مجلس ادارة المدرسة اي مدرسة هو اللي بيحدد قيمة مبلغ الاشتراك بالمجموعة المجموعات التقوية اللي بتتعامل في المدارس مش الدروس الخصوصية مجموعات التقوية اللي بتتعامل في المدارس وقال ان طبعا يكون تحددها مقابل الحصة الوحدة مش بالشهر يعني زي ما بيحصل دلوقتي هو دلوقتي كل الولاد والبنات اللي بيروحوا الحصة بتاعتهم واخدين معاهم الفلوس عشان المدرس بياخد الحصة بحصتها ما بياخدش ايه اول الشهر زي زمان على الايام المدرسين بتقول ان احنا كانوا ناس طيبين قوي وكانوا محترمين جدا وكننا بندفع كل تمن حصص دلوقتي بقت بندفع كل اربع حصص لان هي المادة بقت حصة واحدة في الاسبوع لمدة ساعتين المدرس خلص فيهم واتكل على الله خد فلوسه وخلاص ايام نحنا كان الشهر بيبقى فيه تمن حصص وبياخد المدرس اخر الشهر بعد ما الطالب بيكون اخد الحصص كلها مجلس ادارة المدارس هو اللي هيحدد الحصه تبقى بكام والاك طبعا هيكون دا بالاتفاق مع مجلس الامنة والاباء والمعلمين في المدرسه ان هم يحددوا قيمة اشتراك الحصه بس اهم حاجه تبقى في حدود الميت جنيه الحصه في المدرسه تبقى بميت جنيه عشان احنا لازم نراعي طبعا البعد الاقتصادي والظروف الصعبه اللي قصرت على غالبيه المجتمع المصري يعني حضرتك لو عندك ابنك بياخد ست مواد بياخد خمس مواد والخمسه دول هياخد لهم دروس خصوصيه لا ده كده مش دروس خصوصيه انت لما المدرسه تبقى 100 الدرس الخصوصي هتكلمني في 300 مثلا على الاقل في الحصه فهياخد مجموعات تقويه في المدرسه عندك خمس مواد بخمس ميات لو قلنا كل يوم ماده بخمسمائه جنيه في الاسبوع بالفين جنيه في الشهر ده كده عشان ياخد مجموعه ما ياخدش درس خصوصي ابن واحد الدروس بتاعته تساوي الفين جنيه كام اب وكام ام وكام اسره تتحمل ان يبقى عندها ما بند ابن ولا ابن واحده دروس خصوصيه فقط انا برضه بقول دروس خصوصيه مجموعات تقويه في المدارس 1000 جنيه ماروحناش لمستر معرفش مين اللي في السنتر الاستاذ فلان اللي مبيديش في المدرسه فهيجي يدينا درس في البيت كان بقى غير فلوس المدارس اللي زادت غير فلوس الادوات الدراسيه اللي زادت غير اللي بنودي ابنه ولا مشتركله في باص ولا في تاكسي ولا في ميكروباص اي وسيلة انتقال عشان يروح المدرسه لان الاب والام دلوقتي بقوا مربطين في ساقيا بيشتغلوا زادت هي كمان بعد ارتفاع اسعار المحروقات كام كام عشان تعلم ولادك كام عشان تمشي متفاخر كده بابنك او بنتك ان انت ربتهم وعلمتهم كويس كام انا انا هكلمك انك في مدرسه حكومه مش هكلمك لو ابنك ده اضطرت ان انت توديه مدرسه خاصه هيبقى وضعه ايه ده بس كده بسم الله الرحمن الرحيم الدروس الخصوصيه على الابواب والمدارس هي كمان بتقول ان هي عايزه هيبقى ليها معلقه من طبق الكشري بتاع الدروسه النهارده مزيد موقع مزيد الحقيقه كاتب عن تنصيق الجامعات وكليات القمه في موجوده في مصر وشايف ان ما فيش تكافق في الفرص بين الجامعات الحكومية وبين الجامعات الخاصة التنصيق في الجامعات الحكومية مثلا الطب 93% طب الاسنان 92% الصيدلة 91% الهندسة 88% السياسة والاقتصاد 88% وفي المقابل الطب اللي كان 93% في الجامعات الخاصة 79% طب الاسنان في الجامعات الحكومية 92% في الجامعات الخاصة 77% الصيدلة 91% في الجامعات الحكومية 71% في الجامعات الخاصة الهندسة 88% في الخاصة 68% وكذلك الاقتصاد والعلوم السياسية 88% في الجامعات الحكومية لكنها 58% في الجامعات الخاصة بفارق تقريبا 20% تقريبا 20% بين القطاع الحكومي والتعليم الحكومي والجامعات الحكومية وبين التعليم الخاص والقطاع الخاص والجامعات الخاصة هو بس يعني معلش أنا عندي وجهة نظر تانية ممكن تزعل البعض لكن خلوني أكلمها لكم بصراحة أنا نفسي ابني أو بنتي يطلع مهندس وحاول واكتهد وما بخلتش عليه وصرفت عليه ودروس وتعليم وجيت في النهاية لقيته جايب 75% و75% ما تدخلوش هندسة وأنا الحمد لله عندي من القدرة إن أدفعلوا الستين سبعين ألف دنيا في السنة اللي هم تقريبا حوالي 1300 دولار عشان أدخلوا جامعة خاصة في مصر ما دخلوا هنا مفيش يعني هنا محدش يكلمني على تكافؤ الفرص أو أنا شايفة إن هنا مفيش موضوع تكافؤ الفرص هو في قادرين وغير قادرين في ناس تقدر إنها تدخل أولادها وبناتها الجامعات الخاصة ويدخلوا جامعات القمة طالما قدرين إنه هم يدفعوا مصارفها وفيه اللي مش قادر وفيه اللي مش قادر ما هو في المقابل برضو اللي هيجيب أقل من 80% ولا من 79% يعني أنا يعني ما ينفعش يدخل طبه يا جماعة ما هيبقى في يوم من الأيام مسؤول عن صحة بني آدم ومع العلم وأنا رأيي رأيي إن الجامعات والتعليم الحكومي في مصر أفضل مليون في المئة من أي جامعة خاصة